بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخذنا في الدرس الماضي مقدمة أو مدخل لدراسة متن القواعد الأربع بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وكانت كذلك استبس القواعد الأربع من الله كتابنا بشدة بازبر مسيلة ندبئته الآن نبدأ بالقسمة الأول وعلى ما ذكرنا أن المتن هذا فيها أقسام ثلاثة في المقدمة وفيها أسباب السعادة ولماذا ندوس التوحيد والقواعد الأربع بزدى بوتكندأك بو كتاب 3 قسم دن تردو يني 3 قسم نوزيش يالدو 1 قسم باقتلقنن علامات لري همشوندقلا باقتلقنن سابت لري 2 قسم نمي وجون بز توحيد نوغنمز ديان سوالغا جواب 3 قسم بوصا 4 قاعدة حضر بز 1 قسم دن مشلائمز القسم الأول المقدمة هذه المقدمة ذكر فيها المؤلفة رحم الله تعالى الدعالي القالب والدعالي القالب 1 قسم دا مؤلف الله ننقى رحمت قلسون وفيها رغبة المؤلف رحم الله تعالى أن القارئ يلحق كل خير وهذا من شفقة المؤلف بالقارئ والدارش لهذا الكتاب مؤلف أشوندقوا فيها دعالي القالب وفيها رغبة المؤلف رحم الله تعالى أن القارئ يلحق كل خير ذكر أيضا في المقدمة دعاء من الدعاء أن الله تولك في الدنيا والآخر أي أن تكون من أولياء الله من هم أولياء الله؟ هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى ألا بلسا إيمان بلن تقوى دارلقني جيخقان جمليگن دا التقوى هي أن تجعلا بينك وبينا تقوى دون الله ترجمة نانسي قنقر بفعل الأوامر وإجتناب النواهي على علم و بصيره ترجمة نانسي قنقر نعم لابد أن نفرق بين أولياء الرحمن و أولياء الشيطان ترجمة نانسي قنقر إذا كان إيمان و تقوى هذا معناه أنه من أولياء الرحمن إذا كان إيمان و تقوى داري بصيره ترجمة نانسي قنقر مثال هناك رجل ينام بين القبور يشرب الخمور يسرق لا يتطحر لا يصلي ولا يصوم هذا ولي لا شك في أولياء من أولياء الشيطان ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أسباب السعادة أشياء يعني يكون بها الإنسان في هذه الدنيا سعيدا أولياء الشيطان هذا يتطحيط أن يكون بها الإنسان في هذه الدنيا سعيدا أولياء أن الإنسان إذا أعطيه إذا أنعام الله تعالى شكرا أولياء شكرا و الثاني إذا ابتليقى بقى على ابتلاع مصيبة صبر و الثالث إذا أذنب استغفر و الثالث إذا أذنب استغفر نعم نتكلم عن الأول أن الإنسان إذا أعطي شكر إذا نعم الله سبحانه وتعالى بنيعم شكر نعم 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 أبتلاع النعم اختبار و امتحان للعبد كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا فهي اختبار لنا ننجح أو لا نعم فكيف ننجح في هذا الاختبار؟ ننجح بأمرين قبل أن تأتي النعمة لا نتعلق إلا بالله نعمات كليشة النعمة برنشي فقط إزمزنا الله بلا الله بغلائمز وبعد أن تأتي النعمة نشكرها بالقلب واللسان والجوارح نعم نعمة كليشة النعمة برنشي فقط إزمزنا الله بغلائمز يعني الله طلب الله شو نيمتلين سورايمز باشقه هش كم نسور مايمز بعض الناس يعني وهو يمشي الان في الطريق يمشي في الطريق نعم بعض الناس يولد كتويتب يفكر اويله خواطر يعني انقا باز بويله كل دو يقول له يتعرف علي الرئيس الوزير التاجر الملياردير ويعطيني من اموالي وننقا قانا قوله كل دو هذا تعلق بغير الله جنة تطلب من من الله تطلب من الله لماذا لأن الله سبحانه هو الذي يملكها طيب الرزق تطلب من 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 الله لماذا يعني هذا يفكر في التاجر او في الوزير او في الملك او في الطائس نعم شندا قل الله تن رزق تطلب من نموشن امسا ادم باشق بر لا تغرلق اويله نموشن باشق بر يكي رئيس يكي بر چون باشق يكي بر باي لا تغرلق اويله اويله نعم اذا لابد ان يكون تعلق العبد قبل ان تأتي النعمة بالله لا بغيره شنما ادم نيمت كليشن الله باقد اذن الله بلا نبالاش لازم نعم لهذا يعني بعض الناس يقول ماذا صنع لنا الحكام ماذا صنع لنا العرب اين العروبة اين كذا ماذا صنع لنا العلماء ماذا تريد من هؤلاء هؤلاء عبيد فقراء انت لابد ان تطلب وتتعلق بالله لا بغيره شنما باز بر ادم ناس لانديدو بزجي شن باشق لاني مقباده بزجي عرب لاني مقباده عرب تلك نادا نموشن زنوزان اوشو الله بن بغليسن بزجي عرب لاني مقباده شكرا لاني مقباده بزجي عرب لاني مقباده وزج هذا كفر النعم بزجي عرب لاني مقباده شكرا لاني مقباده اقراه وعتراف ان كل ما بك من نعم فهيه من الله بالجوارح ان يصرف هذه النعمة في شكرا لاني مقباده في طاعت الله العلم يعلم الناس نعم اما الزانوزان اوزانوزان بادران بلان بو نعمتك قننا شكرا لاني مقباده مشو نعمتني الله تعالى رازشلاقه سارب قلسن يعني مثلا اگر الله سنع مو ملوك باقن بوصن انا الله من تعالى سارب قلسن اگر علم باقن بوصن الله وشن باشقلاني اوكتسن شنن غاوشاش الثاني من أسباب السعادة ان العبد اذا ابتليه واقع الابتلاء مصيبه يصبر ولا يتسخل شننغلا باقتلق بولشنون اشكينش سببه اگر دا ادمجا برابر بلا قزائيكي موسيبت يتسى سبر قلدو هم شننغلا اتشغ كيلب غزاب لنميدو يرضى بالقضاء والقادر الله من تقدير بلان رازبولدو لان بعض الناس سرعاف السلام عند الابتلاء يتسخل شنك باز برادم لا اما يتسخط اما بقلبي يقول لماذا أنا يعني مثلا يتسخط بلساني يسبب يشتم يلعن يصرخ يكي ازنغ طلب لنغزاب لنغزاب لنب ونبونا طلب وقرائدو يتسخط بلجواريح يكي سي مأثلا يانتف الشعور يشقق جو نعم يكي بوناسا ازنان مأسلن بأدن بلان الله من تقديرجا اترازشاليق بلدريب ازنان كيملرين جتودو يكي ازن عردو لابد من السبر لانه السبر واجب جمع الواقع سبر قلش چوكم لازم چونك سبر بولسا بطلق امتنان ايجمع سبلن واجب حمشدقلا الثالث من اسباب السعادة ان العبد اذا اذنب استغفر امده داخل بولشنان اشنش ساببه يكيساك اگر ادم برابر قناح قا شبقا بولسا استغفار اتش فالا نواجه اللوم الى انسان اذنب وتاب من هذا الذنب لكن اللوم يكون على من اذنب وباقي مصرر على الذنب ولم يستغفر شنونجون قناح نواجه اللوم قطبوغان انسان اتشغفر اشتغفر